أولاً جملة من الأسئلة جاءت في موضوع واحد هو موضوع ديال الأسعار أنا أريد أن أكد بأن هذا الموضوع شغل حيزاً كبيراً من أشغال الاجتماعي اليوم وناقشته الحكومة بشكل موسع ومصطفي جداً وفي هذه الأثناء الآن اللي نحن نطلقه في خلال هذه الندوة الصحفية وزير الداخلية الآن بمعية مختلف الوزراء المعنيون بهذا الملف من قريب أو من بعيد هم الآن يشتغلون في إطار لجنة تقوم بدراسة كل القضايا المرتبطة بهذا الملف لنأكد الآن هو أنه بدل منحة ديال هذه الأسعار يأخذ واحد منحة تنازلي وهذا مهم جداً مهم جداً والحكومة سوف تستمر في العمل بهذا النفس الجماعي وطبعاً في هذه المتابعة الدقيقة والهدف هو أنه هذه المواد كلها ترجع المستوى المعقول والطبيعي مشروع القانون ديالسجون هذا واحد المشروع قانون للحكومة استطعت أنها تخرج في ظرفين يعني وجيز سنة ونصف قريباً فيه مجموعة من الحلول لكن باش نحيطه بهذا الموضوع هذا هناك مجموعة من القوانين التي نشتغلها عليها أيضاً خاصة القوانين المتعلقة بالسياسة الجنائية والتي هي ستجيب حلول كبيرة للمجموعة من الإشكالات اليوم التي تعاني منها السجود المغربية فهذه خطوة أولى سوف تلوها خطوات أخرى إن شاء الله اللي الهدف طبعاً هو أنه هذه المؤسسة نعطيها واحد الإطار ديالها اللي هو إطار اللي يكون يتناسب مع القوانين ويتناسب أيضاً مع القيم اللي منصوص عليها في الدستور المخزون ديال الحبوب نعطيك الرقم أولاً اللي من خلاله لحكومة دعمت هذه المادة باش ما تعرفش واحد الارتفاعات السنة الماضية سنة 2022 من خلال صندوق المقاصة بلغ الدعم 9 فصيلة 3 مليار درهم هذا دعمنا به القمح وأيضاً الدقيق والخبص طبعاً والهدف هو أنه العائلات يشريه الدقيق بـ 80 مناسب المخزون الاستراتيجي تقريباً في القمح الليين نتجاوز واحد ثلاثة أشهر في الصلب أيضاً نتجاوز شهرين القضايا اللي كترتبط بالأغلبية وهذا جوابت عليه غيراً ما مرة هذه القضايا مباشي هذا هو المكان دياله المكان دياله هو الأغلبية الحكومة والندوى الصحفية الحكومة هي فرصة لكي نقدم الإجراءات والتدابير اللي كتقوم بها الحكومة ونعبره أيضاً حول القضايا اللي دست في نفس الاجتماع اللي هو اليوم من قابل القوانين والنقاش اللي اللي عرفوا هذا الاجتماع لكن لقاء الأغلبية غادي يجي وقته ومن غادي يجي وقته إن شاء الله غادي يتم فيه يعني الحديث على جملة من القضايا بما فيها الموضوع اللي تكلمت عليه الرسالة الملكية للبارح وجهت للقاء اللي كان مدينة الدار البيضاء هي خطة طريق جديدة الحكومة سوف يعني تشتغل عليها وسوف بناء عليها سوف تحدد التوجهات والأهداف الجديدة المتعلقة بهذا الورش اللي كي ساهم مساهمة كبيرة أولا في النتيج الداخلي وطني وأيضا أعطى الإمكانية كبيرة لبلادنا في مجال التصدير أوراش أوراش محدد بناء على المنشور دي السيد رئيس الحكومة اللي كي حدد الأهداف دياله والمدد للاشتغال فهذا البرنامج هذا الحد الآن حقق نتائج كبيرة و يعني النسخة الثانية يعول عليها كثيرا باش أنها ان شاء الله تعطي إمكانية أكبر في مجال تشغيل الأبقار الأبقار المستوردة جميع الأبقار المستوردة قبل ما تدخل لبلادنا يتم افتحاصها مخبريا ويتم التأكد من سلامتها وهذا موضوع لم يكن تساهل فجميع المنتجات التي يتم استيرادها ببلادنا هي منتجات مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة ومن ال يعني الاختبار شكرا لكم